أحمد بالله من الشيطان الرجيم أحمد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأغلكوا بالطاقية وأما عاد فأغلكوا بريهم شرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما فترى الكوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعونا من قبله فالمؤتفكات بالخاتية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرابية إنا لما تخل ما تخل ما أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واهية فإذا نفغ في السور نفخة واهدة وهملت الأرض والجبال فدكتا لكة واهدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربق فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وأما من أوتي كتابه بيميني فيقولوا مقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة رابية في جنة عالية كتوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام خالية وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أخنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوا فغلوا ثم الجيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يهض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا عمين ولا طعام إلا من خسلين لا يقوله إلا الخاترون فلا أقسم بما تبسرون وما لا تبسرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر كليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأكاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه هاجزين وإنه لتذكرة للمتكين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليكين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم أعنذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات خرقا والناشطات نشطا فالسابعات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرازفة تتبعها الرازفة قلوب يومئذ واجفة أبصار آفاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نفرة قالوا تلك إذا قرة خاسرة فإنما هي ذجرة واحدة فإذا أم بالساخرة هل أتاك هديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس توا اذهب إلى فرعون إنه تخى فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية القبرى فكذب عصى ثم أدبر يسعى فخشر فنادى فقالان ربكم الأعلى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخطش ليلها وأخرج ذهاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطعامة القبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجهيم لمن يرى فأما من طخى وآثر الحياة الدنيا فإن الجهيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربهم وذهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذقراها إلى ربك منتحاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أعند بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم من الليل إلا قليلا نصفه ومنقص منه قليلا أوزد عليه ورد للقرآن تنزيلا إنا سنلقي عليك كولا ثقيلا إننا شئة الليل يا شد وطأ وأقوى مطيلا إن لك في النهار سبها طويلا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرك والمقرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصفر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنقالا وجحيما وطعاما فا خسة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال فكانت الجبال قثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تكتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء فترمب كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أدنى من ثلثين ليل ونصفا وثلثا وطائفة من الذين مق والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فقروا ما تأسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يغربون في الأرض يبتخون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تأسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسهم لنخير إن تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر قال لا لا وزر إلى ربك يومئذ للمستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا لينا جمعا وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا لينا بيانه قل لا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها نادرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة قل لا إذا بلغت الترى وقيل مبراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ للمساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أحساب الإنسان أن يترق سدا ألم يقنط فتم من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يضحي الموتى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤديه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوني للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت السلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله قثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لحوانا فاضوا إليها وترقوا فطائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم أعنذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت عن حياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الخفور الذي خلق سبع سماعة طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر خرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابه وجعلناه رجوما للشياتين وَأَعَتَدِنَا لَهُمْ نَعَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ قَفَرُوا بِرَبِّهِمْ نَعَذَابُ جَهَنَّمَا بِإِسَ الْمَصِيرِ إِذَا أُلْقُ فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَتَفُور فَرْدِيَا قَفَرُوا بِرَبِّهِمْ نَعَذَابَ إِذَا أُلْقُ فِيهَا سَمِعُ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَتَفُورُ تَقَادُوا تَمَنْجَدُّ مِنَ الْخَيْرِ كلما أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٍ سَأَلَهُمْ هَذَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِيكُ النَّذِيرِ قَالُوا بَلَا كَدْ جَاءَنَا نَذِيرِ فَقَدْتْنَا كُلْنَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ قَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّ نَسْمَوْا أَوْ نَعْقِبْ مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَلَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَاسْحُقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْقَيْرِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ قَبِيرٌ فَأَصِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جِهَلُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ أَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَهُ وَالَّتْوِفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَثَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَلَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْكَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِثْنَهُ مَا يُنْسِقُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا النَّذِي هُوَ جُنُّ لَكُمْ يَنْسُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي قُرُورِ أَمَّنْ هَذَا النَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلَّتْ يُفِي عُتُوعٍ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُتِبًّا عَلَى وَجِيهِ أَهَدًا أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى سُرَاتٍ مُسْتَكِينٍ قُلْهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمَعَ الْأَبْصَى وَالْأَفْهِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَكُولُونَ مَاتَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيَاءَتْ أُجُوهُ الَّذِينَ قَفَرُوا وَكِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهَلَقَنِيَ اللَّهِ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحْمَنَا فَمَنْ يُجِيلُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٌ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنْ آمَنَّا بِهُ وَعَلَيْهِ تَقَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسْبَهَ مَاهُكُمْ خَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٌ صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقرم وما يسترون ما أنت بنغمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا خير ممنون وإن نقل على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن طلع سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تتقل لها اللاف مهين هماذ مشاء بنمين منع للخير معتد أثين متل بعد ذلك ثانين أنت نسى مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساتير الأولين تنسموه على الخرطون إن بلغناهم كما بلغنا أصحاب الجنة أصحاب الجنة إذ أقسم ليسرم النهار مسبهين ولا يستهنون فتاف عليها تائف من ربك وهو النائمون فأصبحت كالصريم فتنادأوا مسبهين أن يعبدوا على خرفكم إن كنتم صارمين فانتلكوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقدوا على خرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لظالون بل نهن مهرون قال أوسطهم ألم أكل لكم لولا تسبهون قالوا سبحان ربنا إنا كنا الظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إنا كنا الطواخين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راقبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين قل مجلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تحيرون أم لكم أيمان عليها بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك ذنين أم لهم شرقاء فانيئت بشرقائهم إن كانوا الصادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشية أبصارهم تلهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرهم ومن يكثب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لكم إن كيدي مجين أم تسألهم أجرا فهم من مقلا مستقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون وأمني لكم إن كيدي مجين أم تسألهم أجرا فهم من مقلا مستقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصلر الهكم ربك لا تكن كصعي بالحوت إذ ناداه وهو مقضون لولا أن تدارقه نعمة من ربه لنبذ بالأرأي وهو مثنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين فإن يقادوا الذين كفروا ليذلكونك بأبصالهم بأبصالهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون فما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم أعنذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قومي إني لكم نذير مبين أن يعبدوا وهدكوا وعطيون يغفركم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مصمم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني لكم دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يدوا دعاء إلا فرارا فإني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم في آذانهم واستقشوا ثيابهم وأسروا واستقبلوا استقطارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت له وأسرلت لهم إسرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان خفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات عطباقا وجعل القنر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويإحرجكم إحراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوه ربي إنه وعصوني واتبع من لم يده ماله وولده إلا حصارا ومقروا مقرا كبرا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن آلهتكم وادعوا ولا أسواعا ولا يعنصى ويعنقى ونصرا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تذدوا الطالمين إلا ظلالا مما خطيئاتهم أغردقوا فاودهن نارا فلم يده لهم من دون الله أنصرا وقال نوه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يغلوا عبادك ولا يرجو إلا فاجرا كفرا ربي اغفر لي والوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تذدوا الطالمين إلا تبارا صدق الله العظيم أعطو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس لو دافع من الله ذو المعارج تعرج الملائكة وره إليه في يوم كان في يوم كان مقداره حمسين ألف سنة فاصدروا صبرا جميلا إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم يمجي كلا إنها لضا نزاعة للشاب تدعو من أدبر تولى وجما فأوام إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه شر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفكون إن عذاب ربهم خير مأمون والذين هم لفروجهم حافظين إلا على أزواجهم أو ما ملقت أيمانهم فإنه خير ملومين فمن بتغى أراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأعدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مقرمون فما للذين قفروا قبرك موتعين عن اليمين وعن الشمال غزين هاتنا كل أمرئ منهم أن يدخل جنة نعيم قل لا إن خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشرق والمخرق إنا لقادرون على أن يبتل خيرا منهم ثم نهن بمسبوقين فذرهم يهوذوا ويلقبوا حتى يلاقوا يوم هم الذي كانوا يوعدون يوم يحرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى النصب يوفذون خاشية ألصارهم ترهقهم ثلت ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتثر كن فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فحجر ولا تمن تستكثر ولربك فاسبر فإذا نقر في الناقور فذلك يوميذي يوم العصير على القافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وهيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا وما هدت له تنهيدا ثم 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 ونعزيد كلا كلا إنه كان لآياتنا عميدا سأرهقه سودا إنه فقل وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نثر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستخبر فقال إِنِ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُمْثَرِ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرْ سأُسْلِهِ سَقَرْ وَمَا أَدْرَكَ مَا سَقَرْ لا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرْ لوَاهَةٌ لِلْبَشَرْ عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين قفروا وليستيقن الذين وليستيقن الذين وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين قفروا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض مرض ولهم عذاب عليم كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذ أكبر والصبح إذا أسفر إنها لعيد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رحيما إلا أصحاب اليمين في جنة يتساءلون عن المجرمين وما سلك قم سقر وما أدرك ما سقر لا تبطي ولا تذر قالوا لم نقم من المسلين ولم نقم نطعم المسكين وكنا نكذب مع الغائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فمن تنفوهم شفاعة الشافعين فما لهم عن تذكرة موردون إن كأنهم حمر مستنفرة خرة من كسور بل يريد الكل من منهم أن يؤتسوا فمنشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنهم تذكرة فمن شاء ذكر في سوف مكرمة وما يذكرون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهر معفل صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجم عظامة بل قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامة يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخصف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ نين المفر خلالا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معذيرا لا تهرق به لسانك لتغجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبئ قرآنا ثم إنا علينا بيانة كلا بل تغذب ألا بل تحبون العاجرة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناثرة إلى ربها ناثرة وعجوه يومئذ باسرة تذن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا برقت التراق وقير مرا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترق صدا ألم يكن ثفة من مدينا ثم كان علكة فخلق فسوى فاجعل منه الزوجين الذقر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يهي الموتى صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتسالون عن النبي العظيم الذي هون فيه مختلفون قل لا سيعلمون ثم قل لا سيعلمون قل لا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم نذواجا فاجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعثرات ماءا فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل قانميقاتا يوم ينفق في السور فتأتون أفواجا وفتهت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم قانت مرصادا للطاقين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وقساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحسيناه كتابا فذوقوا فلن نذيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا هدائك وأعنابا وقوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه حطابا وقذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحسيناه كتابا فذوقوا فلن نذيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا هدائك وأعنابا وقوائب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه حطابا يوم يقوم الروح والملائكة سفا سفا لا يتقلمون إلا من نذنره الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الهق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول القافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قوم أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله واتقواه وأطيعون يخفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى إن أجر الله إن أجر الله تجاء لا يؤخر لا يؤخر لا يؤخر لو كنتم تأمنوا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتخفل لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستقشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنتم ثم إني أعلنتم له وأسرلت لهم إصرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان خفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمدلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فيه النورا وجعل الشمس صراشا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا فالله جعل لكم الأرض بساطا لتسرقوا منهم صبرا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وادعوا ولا سواعا ولا يخوث ويعوق ونصرا وقد أظلوا بلالا مما خطيئاتهم أخرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يبلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دقر بيتي مؤمنا وللمؤمنين بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولا تزد الطالمين إلا تباروا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحيم أروا الرحمن ألم القرآن خلق الإنسان ألمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزغنا بخيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإقرام فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء إحسان إن الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينانا نضحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخن والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن غيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حمر مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمتهم منصوا قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم أعنب بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نغربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله هو الله الخالق البارم المصور له الأسماء الحسنى يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعنب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لقصدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنكض ضهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فنغت فنصب وإلى ربك فرغب بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا عليهم نبى إبراحيم إذ قال الأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أسناما فنظرها عاكفين قال هل يسمعونكم إترعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم ولكلمون فإنه معدو إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه هو الذي هو يطعمني ويسقيه وإذا مردته فهو يشفيه الذي يميتني ثم يحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ويد فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبل لعلكم يتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دون من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة وذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة مماء مهين ثم صواه ونفخ فيه من روحه واجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ظلمنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي عقل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناقصوا رؤوسهم عند ربهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن هفق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستقبرون تتجافى جنوبهم عن المطاجع يدهون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناكم ينفكون فلا تعلموا نفس مما أخفي لكم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات نعيم فلهم جنات أليم نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة وفي دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد ذابهما طائف من المؤمنين الزاني لا ينقه إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينقهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة جهداء فاجلدوهم ثمانين جلة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أهدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين وأدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات من بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله جواب حكيم إن الذين جاءوا بالعثق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى قبرهم لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم لولا إذ سمعتموه ضن المؤمنون والمؤمنات ضن المؤمنون والمؤمنات بأنفسكم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربع شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخر لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أظيم إذ تلكونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون حين وهو عند الله عظيم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بختان عظيم يعظكم الله أن تعودا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاهشة في الذين آمنوا في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا خير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها وتسلموا على أهلها ذلك أذقى لكم والله خبير بما تعملون ولا يأتلئ للفضل منكم والساعة أن يؤتاء والساعة أن يؤتاء للكربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم يوم تشهدهم عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يأملون يومئذ يوفيهم الله دين الحق ويعلمون ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم أغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا خير بيوتكم حتى تستقدموا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم أن لكم تذكرون فإن لم تجدوا ما فيه أحدا فلا تدخلوها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأذقى لكم والله بما تعملون عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بالسماوات وما في الأرض الملك الكدوس العزيز الحقيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم ينهم أية ويزدهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل الأفضل المبين وأخذ منهم لما ألحب بهم وهو العزيز الحقيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم مثل إنهم من الطراجة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها رمث لماذا يحمل الأسرار بثمثل القوم الذي يدفوه بأس الله الله لا يهدي الكم ضرمين يا أيها الذين نادوا إن سعنتم لكم أولياء من دوني الناس من دوني الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا تمنوا له أهدا ولا تمنوا له أبدا بما أدم حيرهم الله عليم بطالبين قل إن الموت الذي تفرونه فإنه محيكم فإنه محيكم ثم وعدون إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب والشهادة فأنبئكم بما كنا مملون يا أيها الذين آمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعه إلى ذكر الله فاسعه إلى ذكر الله وروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعملون فإذا كذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعنكم تذكرون ترجمة نانسي قنقر